السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا شباب هنحل دوقتي مع بعض هسئلة على التيفود والبروسلوسيس ايا في ميل عندها سبعة وخمسين سنة جاية بالها اسبوع عندها فيفر اه بتقواصلت لتسعة وتلاتين ونص اللي كان بيبقى عالي اوي كده فيفر عالي اوي اه دي كانت في حالات السلمونيلا تمام اللي هو التيفود فيفر وكان عندها عبدو من البين وكونيستيبيشن كان من اعراض كونيستيبيشن في تمامين في المية من الحالات وكان عندها رايش اوفر زا ترنك هارش كده في منطقة الترنك البلاد كاتشر كانت فوسط في لي السلمونيلا طي فيه بيسألك ايه الرايش بتاعتها روسزبوت والسؤال ده مقرر مرتين تمام روسزبوت دي مهمة وهي فيتز وزبريشر بتروح مع الضغط فيتز وزبريشر فيتز ايه وزبريشر وكانت من تلاتة لاربعة مليميتر كده ايه اندائما قالك يورفريند جاي من يو اس ايه جاي من امريكا لطنطا اه انت دعيته انه هيكل فول وياكل ايه صلطة اه فريش تمام في الشارع انت قلت له ياخد فاكسينيشن ضد ايه احنا عارفين ان الرو فيجتابلز الرو فيجتابلز والرو ايجز البيض الناي والخضر الناي اللي لو ما تغسلش مسلا كويس ده ممكنين ايه تيفود ده ممكنين ايه تيفود وقولك ايه اهم حاجة تعملها عشان تمنع السنة مونيلا متعمل هاندو هيجينيا سيدي اخسل ايدك اهم اليه اخسل ايدك نخش على السؤال التالت قالك واحد عنده خمسة وستة وخمسين سنة ديري فارم يعني مزرعة منتجات البان جاي من المونوفية تمام منتجات البان يعني بتعامل مع الحيوانات يعني حاملة زي الطبيب البطري اللي كان جاهزنا فيه الكيسيز ليبروسيلوسيز تمام عنده فيفور بقالها تلات اسابيع بريجورز وبون ايه بالتكسير في العظم ده كان شائع في 40% المشاكل اللي إنتبه في المفاصل دي اه بروفيوز سويتينج يشبه المالاريا تمام قبضوا من البالبيتيشن قالك انه هو عنده هباتوس بلينو ميجالي اه هو ما قالكش انه سافر لبرا عشان نستبعد احنا المالاريا كده احنا استبعدنا المالاريا اه السي بي سي بتاعه نورمال الفيدال تست بتاعه نورمال لكن البروسيلة كان واحد على ستة مئة واربعين واحدة ستة مئة واربعين في منط拉 ان دمك دا عالي هو واحدة ثلاثمائة وعشرين تمام تمام اه يبقى احنا يشكين في ايه احنا شكين في البروسلوس البروسلوس دي جات منين ان هو كان شرب لبن جاموسة فريش ما كانش متباستر تمام تمام لو هو كان شربه مباستر ما كانش جاله حاجة طب ايتنج جرين صلاة ما لقاش علاقة دي تجيب سلمونيلا والان كوكد موريزيلا تشيس دي ما تجيبش برضو احنا اللي اللبن تمام قال لك البست سينجل وي للبروتكشن من التايفوت فيفر اغسل ايدك هند ووشنج تمام اغسل وده عشان هو بينتاكل فيكو اورل هو مسلا نزل نزل مع الستول فالستول ده اللي تقولي على الاكل فلازم اغسل ايدي عشان ايه الدنيا ما تبقاش بايزة معي نخش على السؤال اللي بعده واحد عنده خمس واحد واحد عنده اتناشر سنة وميلد سبلين وميجالي وعنده روس سبوت روس سبوت دي يعني سلمونيلا علجه بايه قالك السلمونيلا بتتعالج عمتا بسبروفلوكساسي تمام تمام اللي هو وكو ينلون يعني لكن لكن ده مينفعش قبل 18 سنة عشان بيعمل تأثير على وطر اخيل بيعمل تندنوباسي وبيأثر على وطر اخيل فما ينفعش يعمل ندي ايه بقى في الناس اللي عنده اتناشر سنة وجالها سلمونيلا ندي سير دي جنريشان كفالوس بورين ندي سير دي جنريشان كفالوس بورين وهي حامل نديها عائلة البنسل تقام نفش على السؤال اللي بعده قل لك البريفنشن ليه الهيومن بروسولوسس عايز امنع الهيومن بروسولوسس هو الهيومن بروسولوسس جال منين شربت لبن وحش جاي من حيوان مصاب تمام حيوان مصاب بالبروسيلا يبقى انا اعمل ايه يا عم ادي لقاح للحيوان اعمل فاكسينيرشان ليه الكاتل والشيب قالك الكاتل بتنقلي البروسيلا أبورتاس والشيب بينقلي البروسيلا ميلتينيسس اما الخنازير كان سويس والكانس بتاعت الدوكس فالشغل بعده السلمونيلا كارير بتبقى فيه في الجول بلدر بتبقى فيه في الجول بلدر مع املاح الصفرة وفي انتيرو هيباتيك سيركوليشن شغالة قالك 37 سنة واحد من الهند جاي الاميرجنسي دبارة ما انت بشتري من سايكليك فيفر وفتيج وسيفير هدك وعنده مالتبول بلاد كاتشار قالت لك ان عنده سلمونيلا انتريج الباترينو فيفر هي ايه هي بتبقى كونتينوس مستمر تسعة وثلاثتين توصل لتسعة وثلاثين ونص وتعلم قالك 57 سيمينيور السؤال ده كان مقرر قالنا ان لهاروس سبوت تمام تمام لهاروس سبوت نهرش على السؤال لبعده واحد واحد عنده 25 سنة جاي بهيستور فيفر وستبليدر يعني اعملت زي كده درجات السلم وعنده ضيارية بيسوب ضيارية كانت في عشرين فيمين الناس وابدو من الدستنشن احنا قلنا 80% كونستبيشن وفيناس تانية يبقى عندهم ضيارية ابدو من الدستنشان تبقى بطنه منفوخة يبقى دي ايه دي السلامونيلا يسبيش از مهم السؤال ده يا شباب ازا فولوينجة اركي ساينز اند سيمتومز اللي موجودة في الطايفوت فيفر قالك ضيارية او كونيستيبشن انا كونيستيبشن في 80% والضيارية بيصوب ضيارية تماما هو بيسأل على الاكسيبت يبقى توسبلينو ميجالي اه كان بيحصل لانه بيروح الريتكلو انديسيليا السيستم في الليفر والاسبلين والبرمر والكلام من ده وعنده روسيس بطئة عنده ريالات برادي كارديا مش تاكي تمام مش تاكي تمام فهيدا اللي مخلي الايجابة دي غلط خش على السؤال اللي بعده ان يزبطوا بس كده عشان يبقى تسينه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ناشي نكبر بقى عايش يا شبابنا واقفوا ثانية طبعا بقى تنزله وتم اختراعي المنتز سنة كزا الناس قبله اختراعي المنتز سنة كرونيك كاريير اس تيت قالك الكرونيك كاريير ما بيحتاجش علاك ده بيحتاج علاك وبيعود لاربع اسابيع سيبرو فلوكساسين لا هما مش ممنوعين لا هما ممنوعين ممنوعين ان هما يتعاملوا مع الاكلات عشان ميحصلش اوت بريك بيحتاجوا سيرجيكال تريتمنت اه ممكن تنشيل المرارة ونشيل المرارة لا ده هما بيمثلوا سريت تماما ناخد باننا عن السؤال 13 و 14 السؤال 13 اجابته في الاختيارات ده ها مين من دول هو ايديال انك تطمن على التتر بتاع استيريولوجيكال تست التتر لو قال لي يبقى كويس تمام وتشوفزا فولوينج اه قصد التتر معلش ما بيقل الساعات يفضل ثابت لكن امبروف منت للبيشانت سيمتوم دي حاجة كويسة انت حرارة ايه اللي دي حاجة كويسة امبروف منت للكنينيكال تستطيعين دي حاجة كويسة لكن التتر ممكن يفضل عالي الانت باضي ممكن تقعد فترة طويلة تقعد فترة طويلة تمام تمام اه طب السؤال طب الاختيارات دي بقى بتاعت مين قال لك الاختيارات ده مين من دول مين من دول مش كومبيليكيشن للسلامونيلا مين من دول مش كومبيليكيشن للسلامونيلا التوكسيك مايوكارديتس الجاسترو انتستاين البرفوريشن الجاسترو انتستاين الهيموريش كل دول ما عدا ما عدا جاسترو انتستاين الابستراكشن الجاسترو انتستاين الابستراكشن دي تبع اسكاريس مثلا تمام شباب تمام كده احنا قلنا اه مش ريسكي ان يجي لها بروسيلا اي وظيفة بعيدة عن الحيوانات اي يعني ما يكونش مين ما يكونش طبيب بطري ما يكونش اللي بيشتغل في مزرعة ما يكونش بيشتغل مع القطعان والخرفان والمعيز والماشية والكلاب والكلام من ده تمام تمام كده انا وضحت لك اللغباطة اللي في الاسئلة دي الحمد لله زيادة انا لازا وما كنا اعتدي لولا انا الله